لكن هي النقطة بقى انه ياخد او ياخد تجربة الاحتراف الاوروبي كانت مختلفة شوية بالنسبة له في الوقت ده طبعا سنة تسعة وتمانين ما كانش برضو فيه لعيبة افارقا بتروح الدوري اليوناني يعني برضو هي نفس السنة اللي راح فيها كابتن ماجدي طلبة للدوري اليوناني فهو لما راح نادي يونيكس من اندية صغيرة في قتينة في العاصمة وفي الوقت ده هو حكاه الصحفي يوناني حضر كاس العالم 2010 لما كان مسلماني مساعد مدرب مع كارولوس ألبيرتو بيريرا في كاس العالم 2010 انه انا بيقول له انا لما رحت اوقع طبيعي انا مبعرفش اللغة اليونانية على عقاد باليوناني فبيقوله انا رايح أمضي سنة واحدة وقعت على عقد فجعت ان العقد ده اربع سنين مش سنة وقت والحقيقة ان الحركة دي كانوا بتتكرر مع لعيبة كتير في الوقت ده اللي ما بيعرفوش اللغة اليونانية يعني مقدمش يعني هما مقدموش عقد باللغة الانجليزية والدول عقد باللغة اليونانية ويمكن دي من حاجات اللغة بيعتبرها حاجة كوميديية في مشواره يعني. وبالمناسبة دي اتكررت كتير في اليونان فهتلاغت بعد كده. يعني الاتحاد اليوناني لغة. والزم ان يكون في عقد باللغة الانجليزية. وفي نفس الوقت كمان انه العقد يبقى واضح. لانه كنت فيه مسلا ايه? سنة زائد اربع سنين. كانوا بيعملوا كده. ففجأة تلاقي نفسك بعده بنقعة سنة ان انت ماضي خمس سنين. مثلا يعني. فهو وقع لكن اه مشيت معه شوية. يعني هو حب الدوري اليوناني قدر انه يشارك في عدد من المباريات اه خلال اربع مواسم متتالية. حتى لما فريقه اه نزل صعد مع الفريق ده مرة تانية. اه هناك عمل شعبية. مع اه الجمهور في فئتين. اعتقد انه اختتم مشواره في السد القطري في ستة وتسعين. قبل من روح السد القطري كان فيه ليه مباراة مع كابتن مجد طلبة. يعني خلال التقريد كان فيه. دي حقيقة يعني. كانت مباراة الباوك باوك في الوقت ده كان فرق قوي اوي يعني. كانوا كان بيطلع بصعد اوروبا. كابتن مجد يلعب المباراة دي وسجل هدف بالمناسبة. وبيتسو مصيماني لعب المباراة دي. له هدف مارادوني تعرض في التقرير يعني حاجة جميلة اوي. هو اللي فكرة بشماله ده? لا فكرة بشماله. وفي نفس الوقت كمان فيه فيه هدف تاني كمان رأس كزا لعيب كده ورح اطا لواحد واي مهاري. برضو كان لعيب مش مش قليل يعني. وآآ فكرة ان هو يواجه لعيب لعيبة مصريين هو قالها مع حضرتك كمان قال آه ده الجيل ده من كان جيل قوي وكان حسام وبرين. كانوا موجودين في نفس الجيل بالمناسبة يعني. فهو هو نفسه آآ يعني لسه فاكرها ودي حاجة جميلة لانه المشوار بتاعه في اليونان هو مشوار شديد الخصوصية بالنسبة اللاعب من جنوب افراكيا.